لا تفوت إيران فرصة إلا وتستغل فيها التردد الأمريكي تجاه أفعالها في المنطقة صاروخ باليستيون جديد أطلقته طهران في خضم أزمة مضيق هرمز الأخيرة وتؤكد وزارة الدفاع الأمريكية أن إطلاق طهران صاروخا باليستيا متوسطا المدى من نوع شهاب يأتي في محاولة لتحسين مدى ودقة منظمة الأسلحة التي تمتلكها لافتة إلى أنه لم يشكل أي تهديد للقواعد الأمريكية لكن بالنسبة لإيران ليس المهم أن يصيب الصاروخ أهدافه بل الأساس في العملية توقيتها وتزامنها مع تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي أبدى فيها استعداده الذهاب لطهران والتفاوض معها أمام تصريحات بومبيو تبدو أمريكا مرة أخرى عاجزة عن لجم طهران وبخلاف العقوبات التي فرضتها تركت لطهران فسحة عبر العراق لخرقها كما لم تتحرك واشنطن عسكريا غير أبيهة بالتهديد الإيراني لمضيق هرمز وتأخرت حتى بالإعلان عن إسقاطها طائرات مسيرة تابعة لطهران الأمر الذي جعلها في موضع السخرية بين رئيسين يؤكد الحادثة ووزارة دفاع تنفي ثم تستدرك لاحقا بالتأكيد على إسقاط طائرتين مسيرتين وليس واحدة تردد إدارة ترامب الحالية يعيد من جديد التأكيد على استمرارية ذات السياسة التي ينتهجها البيت الأبيض منذ عام 2003 التي فتحت الباب على مصراعيه لطهران للدخول للشرق الأوسط عبر العراق وتوسيع نفوذها فيه حتى عام 2010 الذي كان إشارة من أوباما بالانسحاب والترك المجال لإيران لملء الفراغ والسيطرات على ما تبقى من الدولة في العراق عبر ميليشياتها فيه في ظل هذه الوقائع لا يبقى إلا اتخاد مصفة لطبيعة العلاقة بين أمريكا وإيران كما يرى مراقبون وثمت من يقول أيضا أن التحرك الأمريكي لتشكيل قوة لحماية بضيق هورموز ليس إلا تذكيرا لطهران بالخطوط الحمراء للعلاقة المعقدة بينهما والتي جعلت من إيران فزاعة للخليج العربي والمنطقة تدر على إيران ملايين الدولارات من بيع السلاح والهيمنة على نفط المنطقة ترجمة نانسي قنقر